منذ إعلان استقالة غسان سلامة من منصبه مبعوثاً أممياً لدى ليبيا أظهرت الأحداث المتسارعة موقفاً متحيزاً للبعثة الأممية للدعم في ليبيا لصالح حكومة الصخيرات على يد ستيفاني ويليامز التي عينت رئيساً لها بالإنابة في مارس الماضي فيما طالتها مراراً تهم الانحياز مرةً والتدخل في الشؤون الداخلية مرةً أخرى كتقديم دعم وتغطية لداخلية باشاغة والذي يمتلك علاقة وطيدة معها البعثة الأممية التي تتخذ من منطقة جنزور مقراً لها منذ سنوات وهي المنطقة التي تشهد انتشاراً واسعاً لمظاهر الجريمة التي تنتهجها الميليشيات الإجرامية والمتطرفة من تجارة وتهريب البشر ونهب الوقود دون صوت شجب أو إدانة تستمر ستيفاني ويليامز في استقبال أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري الذي يرأسه القيادي الإخواني خالد المشري والذي أعربت حديثاً عن حرصها على العمل معه تزايد الجدل مؤخراً حول حياديتها بعدما اتهمها المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للقوات المسلحة بأنها ترى بعين واحدة وتسمع بأذن واحدة في إشارة منه إلى عشوائية التهم المباشرة والمتسرعة التي وجهتها الأشهر الماضية لقوات الجيش الوطني في طرابلس قبل أن تشكل فرقاً ولجان تحقيق في موقف متغير يختلف عن سابقاته أما في العاصمة والغرب الليبي الذي يخضع تحت هيمنة ميليشيات السراج المدعومة من تركيا فالأمر يبدو مختلفاً فهي تتجاهل السجون السرية والملاحقات والقبض على الهوية والاعتداءات على مدن ترهونة وحرق البيوت كما تتجاهل جلب أردغان السوريين والجنود الأتراك رغم تعاقب رؤسائها الذين يفشلون تباعاً لم تستطع البعثة الأممية في ليبيا الموازنة في دورها الذي يستوجب الموضوعية والحياد ولم تكن على دراية كافية بطبيعة ليبيا وحساسية قضيتها بقدر ما يسهم بقاؤها وتدخلها في إطالة أمد الأزمة محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر